كان حبيبك أوي وهو ميسيك رئيس رجل الحكام ويحكم في كاس العالم كابتن عصام عبد الفتاعة هناخد التارير ونعلق عليه ونتكلم بقى طبعاً احنا النهاردة بنتكلم عن شخصية حقيقة وكل أمانة شخصية عظيمة جداً جداً أنا نفسي اتعلمت منها الكتير وفدني كتير كمان في مجال التحكيم علاقت بالكابتن مشهور عثمان الحياة تعرفت الكابتن عشرين عظيم مشهور عثمان كانت البداية في نادي أسواب كنا بداية الدوري الممتاز يمكن كنا لعبنا مباراة تقريباً في الدوري ثم جلنا كابتن مشير مدرباً لنادي أسواب الحقيقة يعني كلنا كلنا كلعبين فوقئنا بشيء مختلف خالص الحقيقة يعني والله أنا بتكلم بكل أمانة حاجة مختلفة تماماً شخصية محترمة شخصية خلوقة مدرب عنده فكر حتى تعاملته مع اللاعبين تعاملات كأنه أب يعني مش مش مدربه لعيبة لا كأننا ولاده يعني ما تتصوريش قد إيه اللاعبه كمان كانت بتحب الكابتن مشير قد إيه نتيجة للتعامل اللي هو كان بيتعامل معنا فكرها الدفاع اللاعبه أن ده أب يعني فالحقيقة الكابتن مشير حاجة كبيرة جداً يعني كان مدرب كبير عمل إنجازات كبيرة في المرات حتى في مصر عمل إنجازات كبيرة ويمكن أنا كان كنت محظوظ إن أنا ألعب معاه في نادي أسوان ثم روحنا سوا برضو خدني معاه نادي الألمونيوم ثم نادي شرية دخان فيعني الحقيقة كنت من الناس السعادة جداً بإننا أتدرب تحت مدرب هذه القيمة الكبيرة جداً يعني والله أهم من شخصية الكابتن مشير إنه دائماً علاقاته طيبة مع اللاعبين فكانت بتنعكس خارج المرعب كان بيوفيه علاقات شخصية وتزور أسري شوف قد إيه الأمور لأيه دائماً إنت لما بتحب إنسان بتحب تكوني قريبة منه دائماً تتعاملي معاه دائماً فده كان إنعكس لعلاقة الكابتن مشير مع العبيد حقيقة يعني في التدريب في النادي فكانت العلاقة بتمتد إلى خارج هذا المجال مجال الكرة القدم إلى العلاقات الأسرية فهو من الشخصات الحقيقة اللي تحب إن أنت تكوني على علاقة بيها كأخ كبير كوالد ده حقيقة والله فده اللي كان الكابتن مشير يعني أو اللي إحنا من الحاجات الكبيرة اللي كسبناها هي التعامل يمكن لحد دلوقتي إحنا من كم فترة كبيرة من الزمن يمكن أنا بطلت كورة ودخلت في مجال التحكيم ولكن على العلاقة غير عادية بالكابتن مشير مش أنا فقط يمكن معظم اللاعبين التدربوا معاه في الأندية المختلفة في مصر والله أنا مش هلاقي الكلمات الأولى ويمكن السؤال ده خلاني شوية إيه؟ دخلت في بعض كده لأن كابتن مشير بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً شخصية كبيرة جداً اتحليمت منها بشكل غير عادي كان هو كأنه الأب وأنا في الفرق اللي دربت معاك كأنه الأب اللي دايماً بيهو أجهك صح وأوقات كتيرة يبقى قاسي عليه لمصلحتك وكان قاسي عليه في مواقف كتيرة وأنا كنت أزعل منه وقعد أفكر عليه هو كان صح دي حقيقة يعني كان هو الأب عارف يعني الأب فده كفاية أنك تقولي كلمة أب على واحد فعلاً بيحب أولاده من قلبه وعاوز بيبقى أحسن ناس فالكابتن مشير هو شخصية مختلفة من الشخصيات اللي اعتزي بيها جداً جداً في حياتي وأن أنا قابلته في حياتي وأثر فيها بشكل كبير في الكورة وفي مجال التحقيق فأنا بشكره ومهما أقول من كلمات مش أقدر أديله حق ولا أقدر أشكره بالشكل اللي هو يستحق هاتولي لكابتن أصبح بي